طيب يوم السبت اللي جاي مباراة الاهلي والزمالك في القمة بطولة الدوري مباراة مهمة جدا جدا يوم 21 من شهر المباراة اللي هو السبت الجاي كامل مفترض المباراة بشكل طبيعي الساعة 7 مساء نحن عارفين بعض القرارات الجديدة بداية الموسم ده المباراة كلها الساعة 7 مساء بس آخر المباراة يعني تبقى الساعة 7 مساء لكن بعد تعديل الموعد بقى أصبحت المباراة الساعة 8 ونص مساء ده تقريبا ليه علاقة بمشاركة منتخابنا الوطني لكرة اليد اللي بيتقلق في كاس العالم في السويد لفاز على كرواتيا لأمور في تاريخ البطولة ولفاز على المغرب كمان في مباراة أخرى فبالتالي عشان كده يعني عشان الموعد مباراة الموعد في المباراة بقى ساعة 8 ونص إن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة